إنه الأسبوع الأول من الشهر الثاني من هذه الحرب الوحشية التي حرمت سكان قطاع غزة الحياة ومن أفلته الموت لا يستطيع حتى أن يفكر بأنه نجى لأنه فقد عائلته وأحبته وأصدقائه وجيرانه دخلت الحرب شهر الثاني محطمة أحلام أهل القطاع مقلصة من طموحاتهم التي كانت بسيطة قبل الحرب إلى مجرد الحصول على القليل من مياه الشرب وبعض الطعام المرفه فقط من يستطيع الحصول على مياه شرب نظيفة المرفه فقط من يستطيع الهرب بأسرته إلى مكان أبعد من القصف مرفه من يستطيع أن يلجأ لمدرسة أو جامع أو كنيسة دون أن يقصف طموحات تقصف قبل أن تتحقق ويخاطر الغزاويون بحياتهم بوقوفهم في طوابير طويلة لا تنتهي من أجل الحصول على بعض من طعام وشراب والذي تؤكد المنظمات الأممية أن النقص الشديد فيهما قد يؤدي لكارثة إنسانية وبحسب مجلة The Economist تبلغ الحصة اليومية النموذجية الآن للشخص الواحد في غزة ثلاثة لترات فقط معظمها آسنة تأتي من الآبار الزراعية في حين كان الشخص العادي في غزة يحصل على ثمانين لترا من الماء يوميا قبل الحرب أما في حالات الطوارئ يرتفع الاحتياج للمياه ليصل إلى ما لا يقل عن 15 لترا للشراب والطهي والنظافة ونقلت المجلة عن المنظمات العاملة في مجال الإغاثة أن الاستحمام بات رفاهية لا يمكن تصورها لمعظم سكان القطاع كما سجلت عشرات الإصابات بالجفاف ويحذر العاملون في مجال الصحة أن هناك آلاف حالات الإسهال الناجمة عن استخدام مياه الصرف الصحية كما أصبح الطعام نادرا في القطاع ويكافح النازحون للعثور على الأساسيات مثل البيض والأرز وزيت الطهي يقفون طوال الليل أمام المخابز الناجية من القصف والتي ما تزال تعمل لدأمين بضعة أرغفة من الخبز وبالنسبة للكثيرين فإن الحصول على القليل من الخضروات وعلبة تونة معلبة وربما رغيف خبز هو ما يحقق سعادتهم يؤكد أحد عمال الإغاثة العاملين في غزة أن طفلا جاء عنده ليطلب بعض الطعام وقال له بأنه يريد أن يأكل كي لا يموت لأنه لا يريد أن يجعل أمه حزينة لكن هذا الطفل استشهد بعد عدة أيام في غارة بالقرب من مركز الإيواء ليبقى الموت هو الزائر الثقيل على قطاع غزة المنكوب لكن يبدو أن هذه المرة جاء ليبقى مدة أطول من الزمن لا أحد يعرف متى ستنتهي ترجمة نانسي قنقر